بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه من وله ما بعد رسالة عاجلة بطلب من بعض الإخوة بعدما ذكرنا في البتل مباشر قبل قليل حول مسألة خروج الناس الآن للتكبير في الشوارع والدعاء والتهليل وغير ذلك هذا أمر غير جائز شرعا ما فعله هؤلاء الإخوة دون الله هؤلاء الناس غير جائز شرعا أما عدم جوازه فلأمور أول هذا فعل غير مشروع أن يخرج الناس بهذه الطريقة للشوارع باجتماع بهذه الطريقة هذا غير مشروع الأمر الثاني هذا مخفي مخالفة لولاة الأمر ولاة الأمر أمروا بترك الخروج ولزوم البيوت حفاظا على أرواح الناس وحفاظا على الأمنين الأمر الثالث هذا فيه مخالفة لأوامر ناس متكلفين يعني الذين وكلهم الله بالصحة وغير ذلك أمروا بعدم الخروج لأن الخروج يلزم منه التواصل بين الناس والاختلاط وغير ذلك فسيقع منه فساد وبلاء كبير جدا خصوصا الناس الذين أحملوا الفيروس وهم لا يعلمون فيذلك هذا أمر غير جائز شرعا من خرجوا نقولهم ارجعوا إلى بيوتكم ادعوا الله وكبروا وهللوا في بيوتكم أما الخروج للشوارع فهو أمر غير جائز شرعا وهو أمر مخالف لما يعني أمر أن الله به في طاعة حول الأمور وهو فيه تعريض للنفس والغير للتهلكة والله أعلم وصلى الله وسلم عن نبينا محمد وآله